من بين أبطال حرب أكتوبر المجيدة يبرز اسم المشير فخري محمد علي فهمي أول قائد لسلاح الدفاع الجوي عام 1969 وهو السلاح الذي نفذ خطة حائط الصواريخ لإسقاط طائرات فانتوم الإسرائيلية سوف نتلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ في سجلات نصر أكتوبر المجيد أحداث وشخصيات بذل العطاء فاستحقوا الثناء تقديرا لما قدموه من أجل عزة وقرامة الوطن وفي تلك السجلات تصطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات ومن بين هؤلاء الرجال المشير فخري محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي في حرب أكتوبر ولد المشير محمد علي فهمي في محافظة الجيزة في الحادي عشر من أكتوبر عام 1920 وتخرج في الكلية الحربية في الأول من نوفمبر عام 1939 خاد الحرب العالمية الثانية فور تخرجه ضمن صلاح المدفعية المضادة للطائرات وتدرج في المناصب القيادية حتى وصل إلى أول قائد لقوات الدفاع الجوي كقوة رابعة مستقلة عام 1969 قاد رجاله البواسل نحو تنفيذ حائط الصواريخ والذي سهم في إسقاط طائرات الفنتوم الإسرائيلية في الثلاثين من يونيو عام 1970 ونجح في إسقاط هالة التفوق الإسرائيلي بتدمير المئات من الطائرات المعادية وتحييد سلاح الجو الإسرائيلي خلال مراحل حرب أكتوبر ولقبه الرئيس السادات برجل السواريخ الأول حول العالم تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة خلال الفترة منه الرابع من يناير عام 1975 وحتى الرابع من أكتوبر عام 1977 وعين مستشارا عسكريا للرئيس الجمهورية في الرابع من أكتوبر عام 1978 وحتى العشر من مايو عام 1981 رقي إلى ردبة الفريق أول في السادس والعشرين من مايو عام 1979 ومنح ردبة المشير الفخرية في الرابع من أكتوبر عام 1993 وحصل على وسام نجمة الشرف العسكرية عن دوره في حرب أكتوبر ومنحه الرئيس السادات شاحا النيل في التاسع من إبريل عام 1981 تقديرا لخدماته الجليلة ورحل البطل عن دنيانا في الحادي عشر من سبتمبر عام 1999 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر